في هذا الفيديو سوف نتعرف على Never 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 إذن سوف نتعرف على كيفية استخدامها ومعانيها ولكن دائما قبل أن أبدأ أي فيديو المر دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد معنا وكذلك الضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو طبعا إذن مشاهدين سوف نبدأ على بركة الله سوف نبدأ بNether إذن Nether يستخدم لنفي المثنى في الجمل المثبتة نفي المثنى في الجمل المثبتة ويأتي على السياغ التالية أولا الصيغة الأولى Nether زائد Of زائد جمة Nether زائد Of زائد جمة إذن نقول مثلا I like I like Nether Of Them I like Nether Of Them أنا لا أحب كلا منهما أنا لا أحب كلا منهما I like أنا أحب Nether جاءت كنفي Of Them أي كلا منهما أو منهم أوكي إذن دائما نبدأ من المثنى إلى ما فوق I like Nether Of Them إذن صيغة Nether زائد Of زائد الجمل الذي هو Them I like Nether Of Them إذن هذه الصيغة الأولى Nether Plus Of Plus Plural إذن الصيغة الثانية Nether Plus Singular أي Nether زائد مفرد Nether زائد مفرد مثال Nether Machine Works Nether Machine Works ولا واحدة من الآلتين تعمل أو كلتا الآلتين لا تعملان ولا واحدة من الآلتين تعمل أو كلتا الآلتين لا تعملان إذن Nether Machine Works إذن دائما قلنا يبدأ بنفي المثنى دائما نبدأ من اتنين إلى ما فوق رغم أننا قلنا مفرد لأنه يأتي بعدها مفرد ولكن رغم أن المفرد ماشين فهي مفردة ولكن نقصد بها الآلتين الآلتين إلى ما فوق ناذر ولا واحدة ماشين أي من الآلتين works تعمل ناذر ماشين works أو كلتا الآلتين لا تعملان إذن ناذر بلاس سنجولر أو مفرد الصيغة الثالثة وهي ناذر زائد فعل مساعد أغزلري برب زائد ناون فريز جملة إسمية ثم ناذر plus auxiliary verb plus noun phrase أو ناذر زائد فعل مساعد زائد جملة إسمية ويأتي بمعنى أيضا تو أيضا تو إذن مثال هي لا تستطيع اللعب اليوم ولا أخاها أيضا إذن she can't هي لا تستطيع can't لا تستطيع play أن تلعب today اليوم she can't play today هي لا تستطيع اللعب اليوم and what neither can her brother can her brother أي يستطيع أخاها إذن ناذر هنا جاءت بالنفي ولا أخاها أيضا يستطيع إذن ناذر هنا جاءت بمعنى أيضا and never can her brother she can't play today and never can her brother أوكي ناذر هنا جاءت بمعنى to أيضا ولكن للنفي مثال آخر you won't find it hot and never will you be freezing cold you won't find it hot but never will you be freezing cold أنت لن تجده حارا ولكن أيضا لن تجده باردا you want or you will not you won't or you will not أنت لن find it تجده find it تجده hot أي حارا you won't find it hot but ولكن never أيضا will you be freezing cold لن تجده باردا ناذر هنا جاءت بمعنى أيضا ولكن للنفي but never will you be freezing cold ولكن أيضا لن تجده باردا then you won't find it hot but never will you be freezing cold إذن رابعا neither nor neither nor never nor ويأتي بمعنى لا ولا لا ولا never my boss nor his wife can cook never my boss nor his wife can cook لا رئيسي ولا زوجته يستطيعون الطبخ إذن لا ولا لا ولا never nor لا ولا never لا my boss رئيسي nor ولا his wife زوجته can يستطيعون cook الطبخ neither my boss nor his wife can cook إذن لا رئيسي ولا زوجته neither nor خامسا يأتيك ضمير منفصل which of these two clothes is yours which of these two clothes is yours أي واحد من هذين الثوبين هو لك which of this إذن أي واحد من هذين with these two من هذين clothes أي الثوبين is yours هو لك which of these two clothes is yours أي واحد من هذين الثوبين هو لك never never أي ولا واحد إذن هنا جاء كذمير منفصل never ويمكن أن نقول never of them never of them ولكن يمكن أن نقول ولا واحد منهم أول واحد never of them ولا واحد منهم never ولا واحد إذن الآن سوف ننتقل إلى never never إذن never يستخدم كضرف للنفي كذلك للنفي المطلق أي never يعني النفي المطلق في الجمل المثبتة بمعنى أبدا إطلاقا إطلاقا مطلقا على الإطلاق أبدا إطلاقا مطلقا على الإطلاق إذن هو ضرف ولكن للنفي المطلق أوكي وموقع never في الجملة إذا كان هناك فعل مساعد يوضع بعد الفعل المساعد مباشرة إذن إذا كانت الجملة تحتوي على فعل مساعد قلنا الأفعال المساعدة منها فعل to do to have و to be وهناك قلنا موضز الأفعال كذلك أفعال مساعدة مثل well may can can't must إذن هذه كذلك أفعال مساعدة إذن إذا وجدت هذه الأفعال المساعدة في الجملة فإن never يوضع بعد الفعل المساعد مباشرة إذن وإذا لم يكن هناك فعل مساعد يوضع قبل الفعل الأساسي إذن إذا كان الفعل مساعد يوضع بعد الفعل المساعد وإذا لم يكن هناك فعل مساعد فهو يوضع قبل الفعل الأساسي إذن نعطي مثال I will never talk to you I will never talk to you أنا لن أكلمك أبدا أو إطلاقا أنا لن أكلمك أبدا أو إطلاقا إذن الفعل المساعد هنا هو well جاء بعده مباشرة I will never إذن أنا لن أبدا talk أتكلم to you لك إذن هنا ترجمة حرفية ولكن نقول أنا لن أكلمك أبدا أو إطلاقا جملة أخرى I will not never talk to you I will not never talk to you إذن هذا خاطئة جملة خاطئة لا نقول I will not إذن فقط I will never لأنه نفي I will never never وحدها تكفي للنفي I will never لا نقول I will not never talk to you إذن هذه جملة خاطئة يجب أن نحدف not لا نقول never وحدها تكفي للنفي I will not ever talk to you إذن أردنا أن نقول النفي نقول I will not ever talk to you لا نقول I will not never لأن ever هي عكس never ever هي عكس never إذن I will not ever لا نقول I will not never ever talk to you أنا لن أكلمك أبدا أو إطلاقا إذن لأن ever قلنا هي عكس never إذن كما قلنا في هذا الفيديو أن النذر لها استخدامات ولها سياغ إذن قلنا سياغة الأولى never plus of plus plural أي نذر زائد of زائد جمع ولدينا نذر زائد المفرد ولدينا نذر زائد فعل مساعد زائد جملة اسمية noun phrase تأتي هنا بمعنى أيضا to ولكن دائما النفي لأن نفي رابعا تأتي never nor تأتي بمعنى لا هذا ولا ذاك إذن لا هذا ولا ذاك دائما قلنا النفي وكذلك تأتي كضمير منفصل يمكن أن نقول فقط never ماذا تعني ولا واحد من تلك الأشياء والنفر قلنا كذلك هو ضرف للنفي المطلقي بمعنى قلنا أبدا إطلاقا مطلقا على الإطلاق وإذا أردنا النفي لا نقول لا نستخدم not في الجملة لأن never وحدها تكفي للنفي وتأتي بعد الفعل المساعد مباشرة أو إذا لم يكن هناك الفعل المساعد قلنا توضع قبل الفعل الأساسي وإذا أردنا أن نفي نستخدم ever بدلا عن never لأن ever هي عكس تماما ل never إذن بهذا مشاهدين الكرام وصل هذا الدرس never و never إلى نهايته أتمنى أن تكون قد تعرفتم على مماكن استخدامها وما هي معانيها لأنها كذلك جد سهلة ولكن في بعض الأحيان يكون هناك خلط لدينا يجب توضيح أتمنى أن أكون قد وضحت هذا الخلط وقد استفدتم من دروسنا ودروس English Language وشكرا لكم دائما على تفاعلتكم ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وبانتقاداتكم ونحن رهن الإشارة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته